إنه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور موفق كدسة والصفات العلا إنه الله جل في علاه أسأل الله يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا إنه على كل شيء قدير ما زلنا أيها الأحبة مع اسم الله الغفور الغافر الغفار وهذه الأسماء الثلاثة كلها مشتقة من صفة المغفرة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر ويتجاوز ويستر عن عباده ذنوبهم ومعاصيهم وما فعلوه ويمحوها ويغفرها سبحانه جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أيها الأحبة الأفاضل الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفار والغفور والغافر لأنه يحب أن يغفر لعباده سبحانه جل في علاه ولذلك في الحديث يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في كثرة الاستغفار لله سبحانه وتعالى يقول رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة وفي الحديث طوبى لمن وجد في صحفته استغفارا كثيرا وفي حديث آخر والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ويقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ولذلك جاء في السنة والنصوص الكثيرة كثير من النصوص التي تحث الناس وتدفع الناس وتحفز الناس إلى كثرة الاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا سيد الاستغفار الذي من قاله في ليل ثم مات في ذلك الليل دخل الجنة ومن قاله في النهار في أول النهار موكنا به ثم مات من نهاره دخل الجنة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت عود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذه الكلمات نبينا صلى الله عليه وسلم حفزنا إلى حفظها وأن من قالها إذا أصبح في يومه موقلا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن ماتها ومن قرأها إذا أمس فمات في تلك الليلة قالها موقنا من قلبه دخل الجنة كليمات لأن الله سبحانه وتعالى غفور وغافر وغفار يحب المغفرة ولذلك الإنسان عليه دائما وأبدا ألا يمل من كثرة الاستغفار جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يذنب ثم يتوب ويستغفر قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يذنب ويستغفر ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال ثم يذنب ويستغفر ويتوب قال يغفر له ويتاب عليه قال إلى متى يا رسول الله قال إن الله لا يمل حتى تمله إن الله لا يمل حتى تمله مهما الإنسان فعل من معصية أو خطيئة أو مخالفة أو حرام ثم استغفر الله صادقا سيجد أن الله يغفر سبحانه جل في علا الذي رحمته وسعت كل شيء وفي الحديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف الله أكبر طبعا الفرار من الزحف من الموبقات ولكن من قال هذا الدعاء موقن صادقا من قلبه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوبه وإن كان فر من الزحف جاء مرة وجاء ثلاث مرات رجل كان مسرفا على نفسه بالذنوب المعاصي فدع أبنائه وقال يا أبنائي كيف كنت لكم قالوا خير أب قال أما إنه لم يكن لي حسنة فإذا أنا ميت فاخذوني وأحرقوني ثم اطحنوني ثم انظروا إلى يوم شات شديد الرياح فذروني في هذه الرياح والله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فامتثل الأبناء لهذه الوصية فلما مات أبوهم أخذوه وأحرقوه ثم طحنوه ثم ذروه في الرياح فتفرقت لكن أين يثر وأين يذهب فالله عز وجل أمر به فجاء من كل مكان ووقف أمامك ما كان في الحياة الدنياء فالله سبحانه وتعالى سأله عبدي لما فعلت ذلك قال خشيتك والخوف منك يا رب فغفر الله له وأدخله الجنة مع أنه ظن في أن الله قد يعجز وهذا من نواقب الدين لكن أنه كان إنسان جاهل لكن انظر إلى خشيته وخوفه من الله من كثثة الذنوب المعاصي فقال من خشيتك يا رب خوفي منك يا رب فغفر الله له وأدخله الجنة الشاهد أن رحمة الله عظيمة ومغفرة الله كبيرة ومهما الإنسان فعل من ذنب لا يتعظم مغفرة الله له في الحديث وعلى الحديث أن رجلا أذنب ذنبا قال يا ربي أذنبت فاغفر لي قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بي قد غفرت لك فمكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بي قد غفرت لك ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا ثالثا قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به اذهب فقد غفرت لك ما تقدم من ذنبك أو كما جاء في الحديث اذهب فقد غفرت لك قال العلماء ما دام أنه يذنب ويستغفر فإن الله لا يزال يغفر لعبده ما استغفره اذهب فافعل ما شئت في رواية ما دام أن الإنسان يذنب لكن لا يتعمد المعصية والذنب لكن الإنسان ضعيف فإذا أذنب الإنسان واستغفر الله فإن الله لا يزال يغفر لعبده ما استغفره فالله سبحانه وتعالى هو الغفور الغفار الغافر لا يعزبه شيء ولا يكرثه شيء ولا يتعظم عليه شيء سبحانه جل في علاه ولذلك الاستغفار له ثمار عظيمة عظيمة جدا كما قال الله عز وجل على الإنسان نوع عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا هذه كلها فقط من ثمار الاستغفار أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسا أراد يتوفد له على عابد فدخل على هذا العابد ألي توبة قال ما صنعت قال قتلت تسعة وتسعين نفسا قال أخرج لا توبة لك لا يصيب أن يشئم معصيتك قال ما لي توبة قال ما لك توبة فأكمل به أكمل به المئة ثم أراد أن يتوب تحركت التوبة في قلبه فدله على عالم دخل على العالم ألي توبة قال ما صنعت قال قتلت مئة قال هم الذي يحول بينك وبينها اذهب للقرية الفلانية فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه خرج من عندي هذا العالم فمات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة العذاب ملائكة الرحمة ملائكة العذاب يقولون ما صنع شيئا ما صنع خيرا قط وملائكة الرحمة يقولون جع تائبا منيبا فأرسل الله ملكا يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين القريتين فأيهما كان أقرب إليها فهو من أهلها فأوحى الله إلى القرية الصالحة أن تقاربي وإلى الطالحة أن تباعدي فوجدوه أقرب إلى الصالحة فدخل الجنة غفر الله له فدخله الجنة قتل مئة قتل مئة لكنه لما صدق في توبته مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه ولذلك نحن موقفنا من هذا الاسم أو من هذه الأسماء الدعاء بها اللهم يا غفور يغفر لنا اللهم يا غافر اللهم يا غفار نسأل الله أن يغفر لنا بهذه بهذه الأسماء اللهم اغفر لنا يا غفور يا غفار يا غافر كذلك أن نكثر من الاستغفار ثم أن أيضا نغفر لإخواننا إن أخطوا في حقنا أو أنقصوا من حقنا أو وقعوا في خطأ معنا كما تدين تدان كالجزاء من جنس العمل ولذلك إنسان عليه دائما أن يغفر وأن يرحم وأن يتجاوز هل جزاء الإحسان إلى الإحسان وأن دائما نتعلق بالله سبحانه وتعالى وأن نحسن ضننا بالله وأن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب مهما فعل الإنسان إذا صدق في توبته أسأل الله يتقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع ذكرنا واختم بالصالحات أعمالنا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين